وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنات بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشري فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسمعيتها حرزاً آماني تايموناً ووجهات تهاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يكافئ نعمه ويوافي مزيده وأصلي وأسلم على معلم القرآن الأول سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أحبابنا أهل القرآن حياكم الله نظر الله وجوهكم ونول الله قلوبكم بنور القرآن وجمعنا الله دائماً بكم أحبابنا في رحاب كتابه الكريم أهلاً بكم أحبابنا ولقاء المتجدد في رحاب حرز الأماني ووجه التهاني وقفنا عند بداية فرش سورة النساء في المرة السابقة من قول الشاطبي رضي الله عنه وكوفيهم تساءلون مخففاً والبداية عند ضيفي وضيف اليوم أخي وحبيبي الشيخ أحمد صدحي خدر حياك الله يا شيخ أحمد حياكم الله سيدنا براف طيب ابدا يا شيخ أحمد يوم وكوفيهم تساءلون مخففاً سورة النساء وكوفيهم تساءلون مخففاً وحمزة والأرحام بالخفض جملاً وقصر قياماً عما يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلاً ويوصي بفتح الصاد صح كما دنى ووافق حفص في الأخير مجملاً وفي أم معفي أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللاً وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم في صلا وندخله نون مع طلاق وفوق مكفر يعذب معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذانك دمحلا صلت الشيخ أحمد مبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم فرش سورة النساء قال الشاطبي رضوان الله عليه وكوفيهم تساءلون مخففة في أول آية في مطلع صورة النساء قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قرأها الكوفيون مخففة تساءلون به وأصلها تتساءلون والكوفيون يسقطون إحدى التأين والتاء المتقدمتان في أول هذا اللفظ تاء المفاعلة وتاء المضارعة يقرأوا بتاء واحدة ويسقطون الثانية تساءلون به هكذا أما غير الكوفيين يعني نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر يدغمون التاء الثانية في السين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال وكوفيهم تساءلون مخففة وحمزة والأرحام بالخفض جملا وحمزة والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على النصب هذه قراءة الجمهور وقراءة حمزة بالخفض واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هذا من العطف عطف اللفظ على اسم الله سبحانه وتعالى فيكون منصوبا على المفعولية واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام يعني اتقوا الأرحام فلا تقطعوها قال الله أنا الرحم وهي الرحمن شققت لها اسمي والحديث القدسي فيها معروف طيب ما القراءة الجر هذه التي لحمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على العطف على الضمير واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني به وبالأرحام والقسم المشهور عند العرب نسألك بالله وبالرحم فكان قسما مشهورا عندهم أنهم كانوا يقسمون بالله ويقسمون بالرحم الذي تتصل به أنساب الناس واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام أيضا واعترض جماعة من النحاوة وهم الكفيون على هذه القراءة قالوا إن هذه القراءة غير صحيحة عربية غيه يا مولانا غير صحيحة قالوا لأن الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير إلا إذا تكرر فيه العامل يعني واتقوا الله الذي تساءلون به ألهاء في محل جر لدخول الباء عليها إذن هذا ضمير إذا أردت أن تعطف عليه اسما لابد أن تكرر معه العامل فحرف الجر يتكرر مع الاسم أيضا يعني به وبالأرحام لكن الشيخ الشاطيب رضو الله عليه كأنه نصر هذه القراءة فقال وحمزة والأرحام بالخفض جمال هذه قراءة جميلة لطيفة مشهورة عند العرب معروفة عند الفصحاء ومنها قول أحدهم إذا أوقدوا نارا لحرب عدوهم فقد خاب من يصلى بها وسعيرها يعني قد خاب من يصلى بها وبسعيرها فعطف الاسم اللي هو السعير على الهاء اللي هو الضمير في بها دون أن يكرر العامل وهذه قراءة صحيحة رضوان الله على حمزة الذي نقلها بأثر صحيح وللعربي في هذا المحل شواهد كثيرة اكتفين منها بشاهد واحد أورده البصريون في تقوية هذه القراءة ثم قال وقصر قياما عما فين قياما دي الذي جعل الله لكم قياما كيف يقصرها عما وهم نافع وابن عامر ها قياما هكذا الذي جعل الله لكم قياما يقصرون الألف أي لا يمدونها القصر هنا على أصل معناه في اللغة القصر في اللغة معناه المنع ليس كل القصر بمعنى الودة حركتين لابد أن نتنبه إلى يعني معنى هذا اللفظ في سياق الكلام أحيانا يكون القصر بمعنى الحركة بدون مد وأحيانا يكون القصر بمعنى أربع حركات وأحيانا يكون القصر بمعنى المد حركتين فلابد أن يفهم معنى القصر في سياق الكلام القصر في معناه اللغة ومعناه الأصيل معناه المنع وهنا في هذا الشطر جاء لفظ القصر على أصله في اللغة وقصر قياما عامة يعني قرأ نافع وابن عامر بمنع المد يعني فتحة مجردة بدون مد هكذا الذي جعل الله لكم قياما فإذا مدت قياما وهي قراءة ابن كثير وأبو عمر والكفي وقصر قياما عامة يصلون ضم كم صبا وسيصلون سعيرة يقرأ بضم الياء على البنائر المجهول وسيصلون سعيرة هكذا كم صبا اللي هو مين يا شيخ أحمد كم مجرد عامر وصبا اللي هو مين شعب شعب أحسن ثم قال نافع بالرفع واحدة جل احنا عندنا اتنين واحدة واحدة في الصفحة الأولى واحدة في الصفحة الثانية لاحظ أن ترتيب الشاطبي للمواضع ذكر فيها لفظة واحدة بعد يصلون هذا معنى أنه يقصد الثانية لا الأولى أنا نفسي وأنا كنت بأقرأ القراءات كنت بأطلخبط كثير كنت أحيانا أفكر اللي هي الشيخ الشاطبي يقصد الموضعين أو أخلط الأولى بالثانية لا يقصد الثانية طب كيف أعرف أنه قصد الثانية ولم يقصد الاثنتين لأنه جاء بها مرتبة بعد يصلون لو أراد الأولى لذكرها قبل يصلون لأن واحدة الأولى قبل يصلون واحدة الأولى هذه يرفعها أبو جعفر فقط وهو ليس معنا في قصيدتنا هذه وإنما هو في الثلاثة قصيدة الدرة التي فيها القراءات الثلاثة المكملة لعشر لكن هنا في السبعة عندنا نافع يرفع واحدة التي في الصفحة الثانية لها يوصيكم الله في أولادكم وإن كانت واحدة الزكري مثل حظ الأنثائن فإن كانت واحدة فإن كل النساء فوق الثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة الله يفتح لك الشيخ وإن كانت واحدة فلها النص أو وإن كانت واحدة واحدة على أن كان تام تام يعني بمعنى حدث أو وقع أما واحدة على إنها خضر كان واسمها مقدر فهم من الضمير وتكون كان على النص تكون كان ناقص إبعا المعنى ذا نقصان كان أو تمامها وهذا كثيرا ما ورد في خلاف القراء في الختمة أن تكون كان مرة ناقصة ومرة تام ثم قال ويوصي بفتح الصاد صح كما دمى ووافق حفص في الأخير إيه شيخ حمد أن تقولتها؟ مجملة مجملة هكذا في نسخة الشيخ تميم الزعبي أطال الله عمره ونفع به المسلمين لكنها في نسخة الشيخ بوشامة وفي نسخة الشيخ السخاوي وفي نسخ العتيقة التي قرأت على الشاطبي ووافق حفص في الأخير محملة محملة يعني محملة بهذا الوجه عن شيوخه اللي هو إيه؟ اللي هو أنه يوصي يقرأها هي يوصي عندنا اثنين يوصي بها أودين غير منضار الثانية الأولى يوصي بها أودين أبأكم وأبناء من الذي قرأ بفتح الصاد؟ يعني يوصى صح كما دنى صح لمن الصاد يا شيخ أحمد؟ صاد لشعبة شعبة وكما الكافل بن عامل ودنى دل لابن كثير يقرؤون بفتح الصاد وبعدها ألف ممدودة مدى طبيعيا في الموضعين وحفص يقرأ معهم بالفتحة في الموضع الثاني يعني حفص يقرأ في الموضع الأول بالياء يوصي بها أودين أبأكم وأبناءكم والموضع الثاني يقرأها بالفتحة يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله ولاحظ هنا الفرق مجملة يعني وجه جميل قرأ به حفص أو محملة تحمله عن أشياخه والذي أميل إليه أنا يعني صراحة الموضوع هذا شغل الذهن كثيرا هو يعني ما الذي نقدمه في القراءة ما قرأنا به على مشايخنا أما ضبط في النسخ العتيقة يعني لا أرى إن شاء الله خلافا كبيرا وإنما الخلاف كله سائغ وإنما مجملة دي جاءت في بعض النسخ القديمة وهي التي شهرت وهي التي ضبطت بها متمعهد القراءات وهي التي ضبطها المشايخ أو معظم المشايخ المعاصرين وهي التي حفظناها لكن شيخنا الشيخ علي الغامدي بارك الله فيه له نسخة محققة على متن الشاطبية أصلها على نسخ عتيقة وفيها فائدة كثيرة أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في عمره ووافق حفص في الأخير مجملة وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوسط ضم الهمز بالكسر شملالة في أمي يقرأها شملالة هو حمزة والكساء في أمي هكذا بكسر الهمزة في أمي مع في أمها في أمها وهذان الموضعان ليس في هذه الصورة فلأمه في هذه الآية فلأمه لكن ينبه كل هذا يقرأ في الوصل فقط طبعا لما أقول في الوصل أقصد الموضع الأول والثاني يعني إيه الوصل؟ يعني إذا وصلت فيه باللفظ الذي بعده أما إذا وقفت على فيه وبدأت أبدأ بالضم للكل يستوي في ذلك حمزة والكساء مع الباقي طيب فلأمه فلأمه لا أستطيع أن أقف على بعض الكلمة دون باقيها لأن هذه الكلمة من الموصول لفظا يعني الفاء موصول باللام لفظا يعني كتابة واللام موصولة بالهمزة كذلك إبا لدى الوصل يقصد بها الشطبي الموضعان الأولان وهما في أمي وفي أمها إذا قرأناها بالوصل وصلنا فيه بما بعدها كسر الهمزة ليه نكسر الهمزة؟ قولون إن هذه الكسرة تسمى كسرة الإتباع يعني تابعا لمد الياء الذي قبلها تخفيفا في أمي أخف من في أمي لأن فيها شيء من التجانس بين الكسرة وبين الياء التي قبلها لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملالة وفي أمهات في أمهات في كم موضع في أمهات النحل والنور والزمر مع النجم في أربع صور قال شافل طبعا هنا بيتكلم عن كسر الهمزة هكذا إمهات إيه يكسر الهمزة ولم يتكلم عن الميم ثم قالوا كسر الميمة فيصلة يعني حمزة يكسر الميم طب أرجع أفنط الكلام دتاني أمهات لها حكم غير في أمها وفي أمي وفلأمي في أمي وفلأمها وفلأمه وفي أمها هذه الألفاظ الثلاثة في حال الوصل يكسروا حمزة والكساء الهمزة طيب أمهات أمهات حمزة والكساء يكسرني الهمزة إلا أن الكساء يترك الميمة كما هي بحركتها طب وحمزة وحمزة يتبع الميمة الهمزة يعني مثلا نجيب مثلا موضع سورة النجم من بطون والله أخرجكم والله أخرجكم من بطون إمهاتكم من بطون إمهاتكم هكذا يقرعها حمزة طب الكساء والله أخرجكم من بطون إمهاتكم شوف يكسر الهمزة ويترك الميم مفتوحة مثل قراءة الجمهر وفي أمي مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شبللة وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلة نكتفي ببيان هذه المواضع ونكمل شرحها بإذن الله في اللقاء القادم على أن نفسح المجال لشيخ أحمد حتى يبتدئ لنا صورة نبي الله سبحانه وتعالى يسوله تقرأنا بأي رواية النهاردة شيخ أحمد إن شاء الله رواية الإمام ورشة عن نافع على أي وجه تغسط البدل طيب ابدأ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وضح التقليل في رؤياك أشخح قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وترك قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشري هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين بارك الله فيك وفتح الله لك وأطاق القرآن على لسانك مسلسلا من غير كلف ولا مشق إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم أحبابنا نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم بركة مجالسة أهل القرآن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسرها التيسير رمت اختصاره أجنات بعون الله منه مؤمالا وألفافها زادت في نشري فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسمعيتها حرز الأمان تيمونا ووجهات تهاني